موقف غريب وموقف مرعب عشته الفنانة الجميلة رجاء الجداوي أمام الرئيس حسني مبارك هنعرف مع بعض النهاردة في حلقاتنا قصة الموقف المرعب اللي عشته رجاء الجداوي تابعوا معايا الفيديو عيشت الفنانة الراحيلة رجاء الجداوي حقبا سياسية مختلفة عصرت عدة حكام بدأت من الملكية إلى الجمهورية ولدت الفنانة رجاء في عهد الملك فاروق بدأت مسيرتها في الأزياء والفن في فترة الرئيس جمال عبد الناصر ولمع نجمها في عهد الرئيس أنور السداد وتوهجت رجاء كممثلة سينمائية وتلفزيونية في عهد الرئيس حسني مبارك ظلت رجاء حاضرة متقلقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تلقت منه إشادة شخصية بشياكتها وأنقتها لم تقابل الفنانة رجاء الجداوي الرئيس حسني مبارك كثيرا ولكن معانا النهاردة موقف مسير للغاية موقف مسير جمعها بالرئيس مبارك ودعا لحسب رواية الفنانة رجاء الجداوي في لقاءات تلفزيونية زي برنامج في المشهد برنامج في المشهد على البي بي سي عام 2016 حاكت رجاء وقالت في سنة محددتش تاريخها كان هناك احتفال بعيد الفن كان هناك احتفال بعيد الفن طلبت من الفنانة رجاء الجداوي خليتها الرقصة الشهيرة تحية كاريوكا التي كانت مدعوة لهذه الحفلة أن تذهب إليها الفنانة رجاء إلى منزلها وتستحبها إلى مكان الاحتفال الفنانة تحية كاريوكا كانت في مرحلة سنية متقدمة وعلشان تسهل حركتها كانت بتستخدم عكزين لذلك فانها دخلت قاعة الاحتفال برفقة الفنانة رجاء الجداوي عدد الحضور ما كانش كمل أشارت تحية إلى صف المقاعد الأول في مواجهة المنصة وقالت لرجاء هنوعد هنا فردت عليها الفنانة رجاء قالت لها دي كريس الوزراء يطمت ما ينفعش لكن الفنانة تحية كاريوكا معروفة عنها التصميم لو حبت تعمل حاجة كاريوكا أصرت طلبت من ابنة شقيقتها الفنانة رجاء واببساطة قالت لها شيلي أي اسمين ونعد ما تبقيش جبانة رجاء كانت بتحب خليتها جدا سمعت كلمها وجلست ولكن كانت في حالة من الرعب الفنانة رجاء قالت أنا عارفة شخصية خلتي شخصية قوية وقالت في نفسها هما مش هيقدروا عليها هياخدوني أنا من قفايا بعد كده أنا اللي هتعلق وهنرجع نكمل مع بعض تفاصيل الموقف بسرعة جات لحظة التكريم من الرئيس حسني مبارك فدع صفوة الشريف وزير الإعلام في هذا الوقت الفنانين للصعود إلى المنصة الفنانة تحية كاريوكا والفنانة رجاء كانوا قاعدين قريب من حسني مبارك الفنانة رجاء الجداوي حكت وقالت خلتي تحية قالت وبصوت مسموع وهو ما ينزلش يسلم علينا ليه مهراج الرياضي ودي كانت إشارة من الفنانة تحية كاريوكا على اعتياد الرئيس حسني مبارك ممارسة رياضة الإسكواش الجميع سمع الكلام دو تربك على الفور الرئيس حسني مبارك أعتبر اللي حصل من الفنانة تحية كاريوكا دعابة فرد عليها وقال حاضر ونزل بالفعل من على المنصة وسلم على كل الفنانين على فكرة الفنانة تحية كاريوكا ما سكتيتش عند الموقف ده هنكمل مع بعض بعد الفاصل وهنشوف قالت له ايه تحية كاريوكا لما جي مبارك يسلم عليها قالت له في ناس بتنام من غير عشا يا ريس وده حسب شهادت الفنانين اللي كانوا حاضرين هذا الاحتفال الموقف كان مربط جدا للجميع لا تنمر الموقف بسلام لكن الفنانة رجاء الجداوي اللي كانت بتجلس بجوار خالتها كانت بتشعر وقتها بالرعب رجاء الجداوي ختمت القصة وقالت انا قلت في نفس انا مش هروح النهاردة هي هتروح وهياخدوني انا يفضلوا يضربوا فيها لغاية ما يبلي صاحب الحقيقة هو كان موقف مرهب جدا لكن معروف طبعا عن الفنانة تحية كاريوكا السرامة والعزب وان هي بتحب تقول الحق ولما بتاخد موقف من حاجة فعلا بتنفس اللي بيكون في دماغها فنانة جارية وجميل الله يرحمها هي والفنانة رجاء الجداوي دلوقتي معنا هنتكلم مع بعض عن علاقة الفنانة رجاء الجداوي بالفنانة تحية كاريوكا لم تكن علاقة رجاء بتحية علاقة عادية إسكانة الثانية تظل بجناحيها على الصبية رجاء الجداوي رجاء كان نفسها تشق طريقها في الفن حدثت قطيع بينهما لكن زلت رجاء تردد في ثلاث كلمات بيعيطوني ماما طمت تحية دناية عندما كانت رجاء الجداوي الصبية صغيرة احتضنتها خلتها الفنانة تحية كاريوكا وحسب رواية الفنانة رجاء الجداوي قالت خالتي بدوية محمد علي النيداني الشهيرة بتحية كاريوكا هي اللي ربتني وخدتني وأنا عندي ثلاث سنين أنا واخويا فاروق وأضافت والدي كان متزمت شوية وطلق والديتي بسبب عمل خالتي في الفن طلقها وهي معاها خمس ولاد وخالتي حست بالزنب فقررت علشان كده تاخدني أنا واخويا وتربينا وقالت أصرت خالتي على الحاق بمدرسة أجنبية هي الفرانسيسكان التي لم يكن يلتحق بها سوالية القوم رجاء زلت في كنف خالتها لمدة 11 عام دخلت الطفلة المدرسة تعلمت اللغة الإنجليزية والإيطالية والفرنسية تحية أحضرت ليها مربية إيطالية تدعى بينا بينما أحضرت لشقيقها مربية أخرى تدعى كريستينا رجاء زلت في المدرسة لمدة 11 عام اتعلمت فيها الاعتماد على النفس لأن الدراسة كانت هناك داخلية لم تخرج منها سوى يوم السبت والأحد من كل أسبوع الفنانة تحية كريوكا كانت بالنسبة رجاءة بما سبت الأم والدة الفنانة رجاءة كانت مريضة الفنانة رجاءة الجداوي تركت خليطها ورجعت تعيش مع والدتها رجاءة كان لازم تعتمد على نفسها علشان كده بحثت عن شغل أول عمل ليها كان في جراش في موقف توبيسات أخر النهار كانت بتلم الفلوس من الكمسرية كانت بتتقاضى عن العمل ده حوالي 11 جنيه لكن كانت سعيدة جدا ورجاءة كانت مع والدتها داخل أحد المحلات التجارية شاهدها عبدالعزيز جادة الذي أخبرها أنه يبحث عن فتاة بنفس ما نمحها علشان تجسد دور شقيقة أحمد رمزي وده كان في فيلم غريبة بالفعل رجاءة شاركت في العمل لكن الفنانة تحية كاريوكا كان لها موقف مختلف قطعت الفنانة رجاء لأن رجاء أصرت على دخولها المجال الفني حدثت القطيع بينهم لمدة 6 سنوات انتهت القطيع بينهما حينما أجرت تحية كاريوكا عملية جراحية زي ما حكت لنا عن الفنانة رجاء كانت عملية نصور وأنا عرفت وقلت لمامي قلت لها مام تعروح لانتحان قالت لها غبانا منينا وزعي قلت لها هروح لها كانت في مستشفى الدكتور محمد فيادة الأرحمة دخلت عليها عياطة وانعياطة وحضنتين وبس الفنانة رجاء الجداوي كانت فنانة عندها إحساسة عالية كانت حساسة جدا أما عن أكتر كلمات كانت بتأثر فيها الفنانة رجاء قالت أمي وطنت تحية ودنايا ومصر أمي طنت تحية دنايا اللي هي بنتي ومصر علاقة الفنانة تحية كاريوكا والفنانة رجاء الجداوي كانت علاقة من نوع خاص حيث لفظت الإسنتان أسرتيهما منذ نعومة أظافرهما تحية وجهة رفض أهلها فعاشت غريبة ورجاء وجهة رفض تحية نفسها فعاشت غريبة أيضا حتى عادت إلى كنف خالتها فاستمرتها رفيقتين حتى موت الأولى ثم دفنت الثانية إلى جوارها فانطبقت عليهم الحكمة اللي بتقول وجدنا غريبين يوما ونبقى رفيقين دوما أما عن آخر أخبار قالت الفنانة رجاء الجداوي نشرت روضة حفيدة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي صورا لجدتها خلال أدائها مناسك العمرة ودعب رحسبها الرسمي بموقع انستجرام حيث ظهرت الفنانة الراحلة من داخل أحد الغرف بحث فنادق مكة المقرمة علقت عليها وقالت من الغرفة في مكة الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيحة جناته من الجدير بالذكر أن هذا الفندق بيطل على الكعبة الشريفة وإن الوقت ده كان موسم الحج اللي شاركت فيه الراحلة الفنانة رجاء الجداوي منذ سنوات قررت الأسرة الاستمرار في نشر صور الفنانة رجاء الجداوي ودع عبر صفحتها في موقع الانستجرام من أجل تسكيل متابعيها بالدعاء لها بالرحمة وده لأن الفنانة رجاء الجداوي كانت بتحب جدا الانستجرام كانت بتفرح جدا بالكومنتيات اللي بتكتم عليها وكانت بتقول لأميرة وروضة شوفوا الناس معلقين وكاتبين لي إيه فقالت أميرة وروضة وإحنا في العزة أغلب الناس اقترحوا علينا أننا نفضل ننزل صور ليها على طول وما نوقفش أبدا علشان تفضل ذكرى حلوة ليها وكل اللي يشوف صورها يدعي لها بالرحمة فقررنا إحنا نبدأ من النهاردة للأسف مش هيكون في رد على التعليقات زي ما هي كانت بتعمل بس أكيد هي لو حس بينا دلوقتي هتكون فرحانة وده كلام أميرة وروضة سرعان ما بتحصد المنشورات اللي بينشروها عدد كبير جدا من التعليقات على الصور مش بس من الناس العادية لكن كمان من الفنانين زي الفنانة دراء اللي كتبت على المنشور حبيبة قلبي الله يرحمها ويجعلها من أهل الجنة هتفضل دايما في قلبنا وعلى بالنا بينما كتبت النجمة إيمي سامير غانم بحبكم كما حرصت النجمة التونسية هند صبري على كتاب التعليق لتشجيع فكرة نشر صورة الراحلة باستمرار وكتبت عليها وقالت برافو روضة دي حركة جميلة منك لأحياء ذكرها نحن نفتقدها كثيرا من الجدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزل الصحي لمستشفى أبو غليفة رحلت عن عمر يناهي 86 عايما أصيبت الفنانة رجاء بالفيروس يوم 24 مايو الماضي تم نقلها للمستشفى ولكن لم تتحسن حالتها منذ دخولها للمستشفى وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة عايزة كل اللي بيتابع الفيديو يترحى مع الفنانة رجاء وندعي لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيحة جناته انتظروني إن شاء الله في فيديو آخر من قناتي اسمنتو اليوتيوب ترجمة نانسي قنقر